أي أن كانت أنواع الحميات المنتشرة في مدينة عدن وأي أن كانت أسماؤها مختلفة وأعراضها مغايرة فالعدد الكبير من القبور التي تنقله الكاميرا يدل على أن كارثة تحدث هناك لا السلطات الصحية قادرة على الحد منها ولا المواطنون اتخذوا الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الأوبئة مواطنون صموا آذانهم عن التحذيرات العالمية والمحلية المنادية بضرورة وقف الأنشطة الجماعية خرجوا لصلاة العيد في المساجد ذهبوا إلى الأسواق وتبادل الزيارات العائلية وخرجوا في مظاهر مشتركة حذر العالم منها كثيرا في الأشهر الماضية أئمة المساجد أيضا لم يلتزموا بقرار عدم الدعوة إلى صلاة العيد الذي أصدرته وزارة الأوقاف وفضلوا إلقاء الناس إلى التهلكة والحزن مقيم في كل بيت بسبب الأوية والمراض المنتشرة في العاصمة المقعة عدن هذا هو عال العيد في عدن المعلومات الواردة من عدن تقول إن هناك ألفا ومئتي حالة دفن منذ الثالث عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري والحميات المتواجدة إن لم يتم تداركها فإنها تعيد بفتح المزيد من القبور العدد المتزايد في الوفيات قد يؤكد ما توقعتهم نظمة الصحة العالمية من أن نصف عدد سكان اليمن قد يصابون بفيروس كورونا وأمام نظام صحي متهالك لبلد مزقة الحرب والصراعات الداخلية فإن نسبة الوفيات قد تكون الأعلى من بين دول العالم التي ضربها فيروس كورونا اشتركوا في القناة